بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيميا 2 ما كم معلمتكم العنود الاعتباء أنه رحب أستاذ الوث الإشارة عادل سويلم اليوم بإذن الله الدرس الثاني في الفصل الثالث وهو نظرية التصادم إذن نحن في الباب الثالث في الدرس الأول منه نظرية التصادم وسرعة التفاعل الكيميائي تعلمنا في الحصة الماضية التعبير عن سرعة التفاعل الكيميائي معادلة سرعة التفاعل وأيضا حلينا بعض التدريبات والمسائل اليوم بإذن الله سيكون نظرية التصادم اتجاه التصادم تكوين المعقد المنشط في هذا الباب فكرته الرئيسة نظرية التصادم هي المفتاح لفهم الاختلاف في سرعة التفاعلات الهدف الأول نحسب متوسط سرعة التفاعل الكيميائي من بيانات التجربة وأيضا سنكمل هذا الهدف اليوم نربط بين سرعة التفاعل الكيميائي والتصادمات بين جسيمات المواد المتفاعلة الطاقة قلنا أنها هي القدرة على بدل شغل أو انتاج حرارة تكون لديها نوعين طاقة وضع حركية طاقة وضع أو طاقة حركية المفردات الجديدة لهذا اليوم ستكون مفردتين نظرية التصادم والمعقد المنشط لاحظ معي هذا التفاعل هنا اشتعال عود كبريت بالحركة البطيئة لاحظة التصادم الذي يحدث بين جزيئات الكبريت والكبريت نفسه عندما نقوم بشعاله لاحظ هنا التفاعل يتم طبعا هو بالحركة البطيئة ثم بعد ذلك تشتعل وعود الثقاب إذن اليوم ستكون عن نظرية التصادم نظرية التصادم عندما يتصادم جزيئان معان سيعطيني مركب جديد إذن في التفاعل الكيميائي يجب يجب أن تتصادم جزيئات المواد الناتجة لماذا حتى تكون النواتج لاحظ هنا لدي المادتين A و B لاحظ هنا لدي المادتين مركبين A و B حدث بينهم تصادم وأيضا يسمي هذا المركب مركب لحظي مركب لحظي يعني مؤقت في زمن معين ثم بعد ذلك ينفصلان يعطيني مركبين جديدين إذن في التفاعلات الكيميائية هنا يجب أن تتصادم الجزيئات بكمية كافية من الطاقة لكي يحدث التفاعل ثم المقصود بنظرية التصادم تنص على أنه يجب تصادم طبعا بالكيمياء الذرات والأيونات والجزيئات بعضها مع بعض لكي يتم التفاعل لكي يتم التفاعل توقع لماذا يجب حدوث استدامات بين الجزيمات لحدوث التفاعل حتى عندما تقترب الجزيمات بعضها من بعض هنا حتى يحدث تفاعل لن يحدث تفاعل الجزيمات بعيدة لابد أن تتقارب وتكوين روابط جديدة في المواد الناتجة أيضا ممكن تكسير الروابط القديمة في المواد المتفاعلة ستعطيني مواد جديدة لاحظ هنا التفاعل بين غاز أول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي يحدث عند درجة حرارة أعلى من 500 كالفين والموضح بالمعادلة التالية أول أكسيد الكربون تفاعل مع ثاني أكسيد النيتروجين أعطاني ثاني أكسيد الكربون مع أول أكسيد النيتروجين هذه المواد المتفاعلة تتصادم جزئات المواد المتفاعلة السهم لإنتاج أنتج من غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين إذا ترجمها بشكل كتابي حتى تسهل عليك هنا تتصادم جزئات المواد الناتجة لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد النيتروجين طبعا عند حساب عدد الاستدامات بين الجزئات في كل ثانية تكون النتيجة محيرة أساسا إذ يكون مع ذلك تكون عدد الاستدامات قليل جدا من هذه النواتج يقول السؤال لماذا تفشل معظم الاستدامات في تكوين النواتج وهذا مدخل لفقرتنا الآن اتجاه التصادم وتكوين المعقد المنشط كيف سيكون الاتجاه بين المواد أيضا السؤال الآخر ما هي العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان هل هناك عوامل محددة أم لا لكي يؤدي الاستدامة لحدوث تفاعل يجب أن ترتبط ذرة كربون في جزء CO مع ذرة أكسوجين في جزء NO2 وهي المتفاعلات في لحظة الاستدام لتتكون لاحظ رابطة مؤقتة إذن يحدث التفاعل يطيني مركب مؤقت لحظي هذا المركب اللحظي يؤدي لتكون مركب جديد ولكن سيكون مستقر سيكون مستقر لاحظ في A و B في هذه الصورة لديك في الكتاب المدرسي أولا نتعرف على الألوان هذا اللون هو الكربون اللون السماوي هو النيتروجين واللون الأحمر هو الأكسوجين نرى الآن في A هنا في المتفاعلات طبعا اللون الأحمر اللي هو الأكسوجين مع الأكسوجين محدث لتصادم هل سيحدث تفاعل بين أكسوجين وأكسوجين؟ سيحدث ارتداد إذن هنا الاتجاه غير صحيح الاتجاه غير صحيح أكسوجين مقابل أكسوجين لا بد أن يكون أكسوجين مقابل شيء آخر أكسوجين سالب والأكسوجين أيضا سالب يحدث تنافر إذن ارتداد نرى في B لاحظ أكسوجين مع نيتروجين كذلك يحدث تصادم وكلهم سالب إذن تجاه غير صحيح هنا لا تؤدي لحدوث تفاعل لأن الجزئات تتصادم بشكل غير مناسب في حين أيضا لا تلامس درة الكربون والمطلوب هو أن تلامس درة الكربون درة الأكسوجين إذن لا تلامس درة الكربون الأكسوجين في لحظة التصادم لذلك الذي سيحدث ترتد الجزئات دون تكوين روابط إذن الجواب هنا كلاهما اتجاه غير صحيح لاحظ في C لاحظ هنا قلنا أن هذا اللون هو الكربون اتجه باتجاه الأكسوجين حدث تصادم هنا المركب اللحظي الذي نسميه المعقد المنشط ثم بعد ذلك هذا المركب لاحظ الارتباط بين الأكسوجين والكربون هنا ثم حدث انفصال بين الأكسوجين والنيتروجين إذن أعطاني نواتج أعطاني نواتج لاحظ الأكسوجين انتقل من ارتباطه بالنيتروجين إلى ارتباطه بالكربون إذن حدث هنا ثاني أكسيد الكربون هنا أصبح أول أكسيد النيتروجين إذن هنا الاتجاه صحيح هنا الاتجاه صحيح فأعطاني نواتج عندما يكون اتجاه الجزئات مناسب في أثناء التصادم يحدث التفاعل بعد ذلك تنتقل ذرة الأكسوجين من ثاني أكسيد النيتروجين إلى أول أكسيد الكربون حتى يعطيني النواتج وهي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين في سي أيضا عندما يحدث ذلك تتكون جسيمات عمرها قصير أسميها بالمعقد المنشط وهي قلنا هي لحظية أو نسميها مرحلة انتقالية فما المقصود بالمعقد المنشط طبعا لحظية هل هي مستمرة مستقرة لا إذن هي حالة غير مستقرة تجمعت فيها العناصر لاحظ تجمعت فيها الذرات يحدث خلالها تكسير لاحظنا تكسير روابط وأيضا تكوين روابط جديدة فأسميها بالمعقد المنشط وتكون لحظيا في زمن معين فهذا هو المقصود بالمعقد المنشط إذن يحدث التصادم هنا لاتجاه صحيح حدث الارتباط لحظي بين المركب ثم بعد ذلك انفصل إلى ناتجين إذن هنا سيكون هذا الاتجاه وهذا التصادم مثمر ويعطيني نواتج نتيجة لذلك قد يؤدي المعقد المنشط إلى تكوين مواد ناتجة هي هنا أو تكسير مواد أو يتكسر لتكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى لو كان التفاعل العكسي سيكون هنا حدوث لعكس الاتجاه التفاعل ويعطيني مرة أخرى المواد المتفاعلة بالنسبة لدي لاحظ هنا لاحظ الاتجاه صحيح كربون وأكسجين لكن حصل ارتداد حصل ارتداد فما السبب بحدوث هذا الارتداد لاحظ هنا الكربون متجه للأكسجين بنفس الطريقة في سي ولكن لم يحدث تفاعل لم يعطيني نواتج هنا السؤال لماذا ارتد إذن بالشكل دي سنتعرف عليه بإذن الله في الدرس القادم لماذا أصبح التفاعل هنا غير مثمر سؤال التقويم حدد هل التفاعل فعال وفي اتجاه صحيح أم لا لاحظ التفاعل الان او زائد الان تو او يعطيني الان او تو زائد الان تو نركز مرة أخرى لاحظ هنا المتفاعلات بالنسبة للصورة هذا هو الان تو او هنا الان تو او وأيضا هنا الان او حدث بينهم تصادم لاحظ الاتجاه اكسجين وهنا نيتروجين اتجاه هل اتجاه صحيح أم لا حدث تصادم اتجاه صحيح لاحظ تكسير الروابط فانتقل الاكسجين الى الان او فأعطاني نواتج والنواتج هي النواتج هي لاحظ الان او تو الان او تو وهنا الناتج الثاني ان او نقول غاز النيتروجين اذا هنا التفاعل نوعه صحيح ومثمر وباتجاه صحيح صحيح ومثمر وباتجاه صحيح اذا نعيد مرة اخرى ركز معي حتى تحدد تحدد كيف هو التفاعل لاحظ معي هنا الان تو او وهي المادة المتفاعلة الاولى المادة المتفاعلة الثانية الان او لاحظ الان او هنا النواتج لاحظ الاقتراب بين المركبين هل الاتجاه صحيح؟ هنا الاكسجين هنا النيتروجين اذن الاتجاه صحيح الاتجاه صحيح بعد ذلك يحدث التصادم يحدث التصادم هنا سيكون مركب لحظي المؤقد المنشط بعد ذلك قلنا يحدث تكسير لروابط هذا هو التكسير وتكوين لروابط جديدة هنا تتكون الروابط تنتقل الاكسجين من الان تو او الى الان او بعد ذلك يعطيني النواتج هنا ستبقى الان تنتقل لمركب او انصر النيتروجين على شكل غازي اذا اعطتني الناتج الاول من ضمن النواتج الثانية ماذا حدث؟ قلنا انتقلت الاكسجين الى الان او فاعطتني الان او تو وهي الناتج الثاني من ضمن النواتج اذا سنقول ان التصادم هنا فعال وفي اتجاه صحيح الفقرة بي نعيد مرة اخرى هذه هي الان تو او وهذه هي الان او لاحظ هنا ان تو او وهنا الان او لاحظ التصادم لاحظ الاتجاه اتجاه الان باتجاه الان هنا مركب لحظي مركب لحظي حدث تصادم فهل سيحدث تكسير روابط؟ لا لن يحدث سيعطيني نفس النواتج سيعطيني الان او ويعطيني هنا الان تو او اذا نفس الناتج اذا هل الاتجاه اساسا صحيح؟ الاتجاه هنا هل هو صحيح؟ سنقول ان الاتجاه غير صحيح طبعا الناتج الاول هو الان تو او اذا اعطاني نفس الشيء متفاعلات والناتج الثاني دي نمزح هذه الناتج الثاني هي الان او اذا نفس المتفاعلات اذا هل أعطتني أساسا النواتج؟ سنقول لم تعطيني النواتج اذا ما السبب؟ لأن الاتجاه غير صحيح الاتجاه غير صحيح اذا التصادم من هنا هل هو فعال أو غير فعال؟ سنقول أنه هنا تفاعل غير فعال لأنه لم يعطيني النواتج الأساسية في المعادلة وهذه هي فقرة B إذن ما السبب؟ لأن الاتجاه الذي حدث نيتروجين باتجاه نيتروجين هنا غير فعال ننتقل لC أو G أيضا لاحظ الاتجاه قبل قليل كانت نيتروجين باتجاه نيتروجين الآن لاحظ الآن لاحظ أيضا نعيد هنا الـ N2O هنا الـ NO لاحظ الاتجاه هل الاتجاه صحيح أم غير صحيح لاحظ النواتج أعطتني مرة أخرى المتفاعلات تتوقع ما هو السبب في ذلك هل ستكون هنا طاقة كافية لن تكون هنا طاقة كافية لتكوين النواتج التصادم غير فعال باتجاه هنا أيضا هنا الاتجاه سيكون غير صحيح أساسا ستكون هنا الطاقة غير كافية فهذا هو الجواب إذن ماذا تعلمنا اليوم تعلمنا نظرية التصادم واتجاه التصادم وتكوين المعقد المنشط قلنا أنه مركب لحظي يحدث بين التفاعلات حتى يعطيني المركب المستقر بعد ذلك النشاط المنزلي جد العلاقة بين نظرية التصادم وسرعة التفاعل فكيف ستكون العلاقة بينهم إلى هنا طلابين نصل لنهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسا استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر